الهضرال السارية والمعنى الجارية او الجارية الهضرال السارية والمعنى الجارية كتجي سبحالله شي اوقات لك تحطك مع شي انسان تصرفاته وتربيته ومشي حتلتمة او في نفس الوقت الظروف ما كتسمح لك انك تصحح له تصرفاته بطريقة مباشرة يا اما حيث هو ماشي من النوع ليتقبل الناصيحة ولا حيث انتما فيك ما يعلن عليه الحرب ويدخل معاه في مواجهة ديك الساعة كبتطر تدير بحال هاد المراوغة ابحال ديك الوقيته فاش كتتتكلم مع والدك وكتقول لي شوف ما كان دخلوش للزربية بصبابتنا اهنا دك الشخص اللي فاتمنه تهور ودخل للزربية بصبابتو كيتقرس واخانت ما دويش معه فهذا اللي حضره الوليد مسكين هو اللي يلعب الدور ديال السارية وانت دوي مع السارية وعرفها ما كتسمعش ودك اللي كيسمع اللي هو المعنى بالامر كيبدأ يشوف جنابه قال لي كلي درقك بخيط درقه بحيط قال لي كلي درقك بخيط درقه بحيط واش وحد الشخص ما كيعطيك حتى اهمية لاش غاديت بقامسة دراسك معاه واضيع معاه الوقت وتعطيه الغالي والنفيس في حين هو ما كيستحق حتى الرخيص فهام راسك وعطيه التسعف اقرب فرصة تفرق معاه والتي هي احسن درقه بحيط راكي المثال حسن من هدقاع اللي بغا يعطيك بالظهر عاونوا يدور يقول المثال اللي الطيبو المعفونة ياكلوا رجلها اللي الطيبو المعفونة ياكلوا رجلها بالسيف الزوج تحط امام الامر الواقع حتى قاع الى فكار يتفادى طب خمرات وليدون لمستوى غادي يكون منضطر ياكل خارج البيت ويتحمل المصاريف الزايدة لكن هذا غير الشكل الخارجي دي المثال نقرأوا ما وراء السطور ربما كيعني بلي شريكك في اي عمل او اي مشروع ممكن يكونوا فيه عيوب كيف ما ممكن يكونوا فيه مزايا الى كان فيه شي عيب اراك مضطر تحمل نصيبك من ذاك العيب كشريك وإلى كان العكس يعني ان الله سبحانه وتعالى اعطاه شي خصال حميدة ولا مهارات ولا مواهب اراك غادي تستفد منها بحكم الشاركة ولا بحكم الجوار